اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للأم الحامل المترجم للأم الحامل المترجم للأم الحامل المترجم للأم الحامل Also, anemia may be due to deficiency of folic acid مو شرط أن تكون فقط deficiency of iron في بعض الأحوال تكون due to deficiency of folic acid or deficiency of vitamin B12 And in this case, we will find that the hemoglobin values or level are of less than 70 gram per deciliter إذا شفنا الأم الحاملة يجب أن يخطر ببالنا أنه مو فقط أن يكون due to deficiency of iron مو كان يكون deficiency of folic acid or deficiency of vitamin B12 In Iraq, the low hemoglobin level which is not responding to iron supplement may indicate some hemoglobinopathies such as thalassemia and sickle cell anemia يعني أكو بعض أنواع المغلوبينopathies اللي يكون بيها low blood ويلي هي not respond to iron يجب أن يخلي ببالنا أنه أكو احتمال يكون thalassemia أو sickle cell anemia لأنهو prevalent in Iraq So those are the possible causes of anemia during pregnancy Now, there is something important about weight gain during pregnancy Healthy, the healthy and normal pregnant woman should gain 10 to 12 kilograms throughout her pregnancy إذا أن الأمة الحاملة الطبيعية والhealthy لازم يكون عدتها زيادة 10 إلى 11 كيلوغرام من خلال البرغنانسي بعد الفرس ترايمستر يجب أن يكون هناك على الأقل 2 كيلوغرامز in each month زيادة حوالي 2 كيلوغرامز بكل شهر فبالتالي رح يكون 10 إلى 11 كيلوغرام throughout her pregnancy On the other hand, the undernourished women usually gain less than 7 kilogرام إذا كانت الزيادة أقل من 7 كيلوغرام هذه تكون غير طبيعية ونعتبر الومن البرغنانسي هي undernourished and especially those who perform heavy physical work Now, those gain of 10 to 12 كيلوغرامز what are the sources of this weight gain? ليش زيد هذا العدد من الكيلوغرامز the sources of weight gain first due to the product of conception the ground fetus the placenta the amniotic fluid the membranes هذه the product of conception تنطي زيادة الوزن الحامل also, enlargement of the organs of reproduction during pregnancy enlargement of the uterus enlargement of the breast during pregnancy هذي غيف إلى الوزن also, another factor increase in the fat stores of the pregnant woman سيزيادة بالفات stores during pregnancy and also, another factor is the expansion of the extracellular fluid compartment ذكرنا قبل شوية بالستادية السابقة إنهو أكو زيادة بالووتر وميلي بالإكسترacellular compartment فهذا يقدر أيضاً يعتبر كعامل في زيادة الوزن الآن الآن during lactation the daily milk flow after delivery will be about or nearly 850 ml per day يعني يعني بعد الولادة lactating mother تنتج من الملك باليوم الواحد حوالي 850 ml this means loss of nearly 1,000 kcal per day يعني حتى تنتج هذه الحمية من الملك فتحتاج إلى فقدان 1000 kcal per day من السعرات إذا ما تعوضها من الأكل المالية من الانرجي إنتيك من السعرات من الطاقة المأخوذة من الدايت فهذا معناها رح يستقطع من البادي ستورز استقطع من جسمها فهذا معنى فهذا معنى قامت بشكل مستقيم من الملك من البادي فات بالجسم رح يزيد وزنها من خلال الأشرى الأولى من الحمل لكن بعدين هذا يكون مفيد إلى فالكتاليكروث بالليتالبرجنسي وإذا ستجعلها باستخدامها 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 لذلك نرى أنه دائما ننصح بعد الولادة أنه الأم ترضى طفلها أنه تنطيه باستخدامها باستخدامها ستجعلها تفقد هذا الوزن الزايد اللي حصل بالفرقنسي لأنه ستجعلها من السعرات الحرارية اللي أدها وبالتالي راح تفقد هاي زيادة من الوزن لكن نشوف بعض الأمهات اللي ما ترضى طفلها راح تبقى زيادة مات الوزن أدها حتى بعد الولادة فنشوف دائما بعض النساء يبدون ولادة بعد ولادة راح يزيد وزنهم إذا ما راح تفقده عن طريق لسبب اللactation In the developing countries and in poor communities most women are in continuous state of pregnancy and lactation And it seems doubtful that such reserves of fat can be accumulated يعني نشوف بالـ poor countries بالـ developing countries يحبون زيادة الأطفال فتصير أكثر فتكونتيني والسايكل حمل ورضاعة حمل ورضاعة قدت مرات فهذا راح يؤدي إلى أنه ما يبقى أتها كمية فات في جسمها مثلا نشوف بأفريقيا في الدول الفقيرة بالعكس نشوف إذا هي تحمل مباشرة وترضى ثم تحمل مباشرة وترضى راح نشوف ما تكون عدفات وتكون ضعيفة فإذا هذي الـ فإذا هذه الـ إذا ما تعوّغ أثناء الرضاعة إذا ما تعوّغ بـ بـ أو بـ بـ دائما ننصح لـ لـ و أخذنا فتكرة بسيطة عن النوترشن و أخذنا فتكرة وحدة من الأشياء الأشياء والفصول والفصول ورحنا نخذ أيضا ثكرة على هذا الموضوه الذي هو مهم بسبب المترنى الأشياء أشياء الأشياء والفصول 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 العدفات والفصول الأشياء الدول أعلم we have to give some definitions of birth weight. The low birth weight infant means a live-born infant weighing less than 2,500 grams at birth. إذن اللوه بيرث ويكون وزن أقل من في الوين ونص بالولادة. يفرق أو هذا الترم يختلف عن الترم لانسميه Preterm Infant. The Preterm Infant is an infant born before 37 completed week of gestation calculated from the first date of the last menstrual period. إذن Preterm لانسميه ثمن سابعة و تلاتين سبوع من pregnancy. فول term infant is an infant born between 37 and 42 completed weeks of gestation calculated from the first day of the last menstrual period and then full term infant اللي ينولد ما بين سبعة وثلاثين وثلاثين واربعين سبوع Post-term infant The infant which is born after the 42 completed weeks of gestation Calculated from the first day of the last menstrual period إذن 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 الـ pre-term, full-term, and post-term infant Definitions وإذن الـ definition of the low birth weight infant What is the importance of the low birth weight and the pre-term prematurity or pre-term infants The low birth weight and the pre-term infants usually have reduced chances of survival And these survival chances are directly proportional to birth weight and gestational age at birth يعني عادة أن الطفل اللي ينولد وزن قليل أو ينولد قبل سبعة وثلاثين أسبوع يكون عدهم low chance of survivor يعني يكون عدهم high chance of morbidity and mortality أما هاي survival chances يكون directly proportional تتناسب طرديا مع الـ birth weight يعني كل ما يكون وزن أقل كل ما يكون عنده less chance of survival كل ما يكون less gestational age at birth كل ما كان الـ pre-term أقل يعني ينولد بالـ 32 أسبوع وثلاثة وثلاثين أسبوع كل ما يكون عنده less chance of survival أو يكون نسرني بسلوب آخر more chance of morbidity and mortality About two-thirds of all neonatal mortalities occur in the pre-term infants الـ neonatal mortality اللي هو الـ death during neonatal period اللي هي first month of life حوالي ثلثين الوفيات اللي تحصل بهاي الـ period هي تحصل بالـ pre-term infants they die usually from infections causes يعني of neonatal death خاصة بالـ pre-term infants الاسباب تكون أما من الـ infections intracranial hemorrhage أو respiratory disorders لكن أحيانا الأخرى and in some, no specific cause of death occur and in some, no specific cause of death occur other than prematurity يعني بلا pre-mature infants infections, hemorrhage, respiratory disorders لكن أحيانا الأخرى ما كو سبب إلا كون هو premature infants it is estimated that 20 million low birth weight infants are born annually all over the world 20 million low birth infants you know الدون بالسنة بالعالم كله of whom 95% are born in developing countries where there are no facilities to care for those neonates during this critical neonatal period in developing countries why there are no good facilities for to care for those low birth weight neonates ما عدنا facilities كافية developing countries حتى نعتني بهذه low birth weight babies فليهذا رح تزيد المortality عدهم أكثر من developed countries 10 first of all due to complications which occur during pregnancy these complications may be hypertension which can happen with or without proteinuria يغني قد يكون حياتيا hypertension alone أو يكون حياتيا أو يكون إنتاج الوحيات أو essential hypertension it can be associated with أما يؤدي أو يكون associated with some placenta abnormality يعني حتى يكون placental insufficiency فرح يؤدي إلى low birth weight أو يؤدي إلى prematurity هذه الconditions كما تؤدي إلى intrauterine growth retardation فتؤدي إلى low birth weight later أو يؤدي إلى preterm delivery بسبب essential hypertension أو preeclampsia إذا كان ما أنها proteinuria وهذا يكون associated with or really to placental insufficiency and abnormality فتؤدي إلى intrahentic growth retardation and preterm delivery Another complication during pregnancy ممكن يحصل diabetes mellitus of gestational diabetes during pregnancy and here due to this disease the pregnancy is terminated before 37 completed weeks of gestation to protect the vitality of the infant and this will lead to the birth of a preterm infant أكيد يعني أنتم تعرفون من محاضرات أخرى أنه إذا صار gestational diabetes ما رح يكون الفيتاس يكون عنده low birth weight بالأكثر حيكون عنده يعني رح يكون إلى الbirth weight ما رح يكون أكبر من التيادي فالgestational diabetes ممكن تؤدي إلى الpreterm infant لأنه بعض المرات البريغنانسي is terminated before 37 weeks فتؤدي إلى الpreterm infant يعني ذا بيتس ما تؤدي إلى low birth weight وإنما تؤدي إلى preterm infant أو delivery another factor is heart diseases heart diseases is associated usually with a preterm delivery which is sometimes induced إذا كانت الأم الحامل إلتها أي heart disease ما رح تتحمل تبقى إلى أن تكمل الأربعين سبوع and sometimes we induce the delivery which will lead to preterm delivery another complication is anemia usually anemia is associated with low birth weight due to intrauterine growth retardation and it may lead also to preterm infant another complication during pregnancy is infections ممكن تحصل infections during pregnancy مما تؤدي إلى low birth weight and the preterm infant infection during pregnancy sometimes or as usually associated with fever or may be associated with immunological reactions it may be associated with the release of toxic substances so the damage caused is related mainly to the infectious agent or to the timing of infection or to the organ or tissue which is involved and the cause of preterm or low birth weight due to infection or mechanism اللي أدي إلى low birth weight واللي أدي إلى preterm delivery بسبب الانفكشن المكانيزم أما تحصل fever أما أن يحصل immunological reaction وأما أن يحصل release of toxic substance مما تؤدي إلى damage أيضاً اللي يحصل السبب اللي رح يحصل اللي أدي إلى low birth weight أو preterm delivery هو أما related إلى الانفكشوث agent الدامج اللي يسبب الانفكشوث agent أو بسبب الtiming of infection ممكن يحصل بالfirst trimester أو في أي وقت during pregnancy أو بسبب الدامج اللي يحصل بأرغن معين أو tissue معين So what are the infections which occur during pregnancy اللي تأدي إلى low birth weight والpreterm delivery نقسمها إلى viral bacterial and parasite The viral infection which occur during pregnancy اللي تأثر على الفيتس تشمل الروبيلة cytomegalovirus and herpes virus الروبيلة مثل ما تعرفون إذا تحصل بالfirst trimester رح تأدي إلى congenital severe congenital abnormalities de cytomegalovirus أيضاً إذا حصل بالحمل والherpes ممكن بعدين نأخذ عليها محابرة أخرى على changes اللي يسببها بالفيتس لكن ضمن محاضرتنا ممكن تأدي إلى low birth weight and preterm delivery Bacterial infections during pregnancy it can either be amniotic fluid infections يعني ascending antenatal bacterial infections which are the most common يعني عدد أن تكون ascending infection during pregnancy which is called bacterial infection or transplacental infections the transplacental infections الأمثلة عليها tuberculosis and syphilis ascending infections اللي ممكن تحصل during amniotic fluid ممكن تكون حتى من خلال amniocentesis أو ممكن يحصل repeated urinary tract infections اللي هي bacterial infections وهذا أيضا إذا كان repeated أو chronic رح يأدي إلى low birth weight أو يأدي إلى preterm الparasitic infection during pregnancy example عليها congenical malaria which is very rare because usually the fetus is protected by transplacental transmitted anti-malarial antibodies يعني أدنى بالdeveloping countries لأن المالاريا هي endemic disease وغالبا أن تكون antibodies بالmaternal blood وهذه الانتبودي تعبر من خلال اللي placenta يعني transplacentally والفيتاس will be protected against congenital malaria خاصة بالدول اللي عدهم المالاريا endemic إذا حصل low birth weight and freedom delivery is usually occur due to associated fever high fever أو associated severe anemia يعني إذا حصلت congenital malaria sorry إذا حصلت malaria during pregnancy يمكن يكون associated with high fever أو associated with severe anemia وبالتالي راح تأدي إلى low birth weight and return بالغالي بس ما يحصل congenital malaria الفيتاس يعني الفيتاس ما رح ينصاب بالmalaria لأنه أكو transplacental antibodies another parasitic infection ممكن تحصل بالحمل اللي هي toxoplasma toxoplasmosis which is associated usually with the preterm delivery and may be associated with congenital malformations also rather than low birth weight babies ويمكن أن بعد ين في محاضرة أخرى من maternal infections واللي يحصل سبب ها any complications أو any effect على الفيتاس أعتقد نحن نوقف المحاضرة لهذا الحد إن شاء الله حتى ما طال الله عليكم ونكمل إن شاء الله بالأسبوع القادم شكرا شكرا